أكد مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتهيئة أن الإدارة قامت باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة الظروف وتقديم التسهيلات المطلوبة من أجل تمكين النزلاء المسجلين في مختلف المراحل الدراسية من تقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة التربية والتعليم في إطار سعيها لتقديم التسهيلات المطلوبة من أجل تمكين النزلاء المسجلين في مختلف المراحل الدراسية قامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بتحيئة كافة الظروف للنزلاء لتقديم الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بالتعاون مع الإدارة المعنية بوزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم منذ سنوات عديدة كانت تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتقديم بعض الخدمات التي تمكن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستكمال دراستهم لتمكن هؤلاء الطلبة تكون في قيام إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم البدء في عمليات فتح المجال للانتساب عن طريق المنازل وذلك من خلال الإعلان لجميع أبناء المملكة بشكل عام والنزلاء بشكل خاص بعد ذلك تم التواصل مع مراكز الإصلاح والتأهيل لتزويدهم بالفترات التدريبية أو فترات العقد هذه البرامج حتى تمكن النزلاء من التسجيل لها وفق الاستمار المعدل لذلك وتوفير جميع المسندات المطلوبة تسعى إدارة الإصلاح والتأهيل لتقديم أفضل الخدمات والبرامج التأهيلية للنزلاء وبما أن حق التعليم مكفول للجميع في مملكة البحرين تولي الإدارة كل الاهتمام لتقديم هذا الحق لجميع النزلاء حيث يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمواصلة النزلاء دراستهم بنظام التعليم الذاتي وعلى ذلك ومع مراعات جميع الإجراءات الاحترازية يتم توفير للنزلاء جميع الاحتياجات من المناهج والكتب الدراسية وصولا إلى تقديم الامتحانات تحت إشراف الكادر التعليمي في وزارة التربية والتعليم الحمد لله ما في صعوبات كلها سهالات في الموضوع يعني لما نعرف شيء يعني كل أستاذية موجودين يعني يعلموننا يعني السؤال صعوب ما أفهمه أسأل الأستاذ يوضح لي السؤال صير إجابة سهلة بعدها في البداية أشكر وزارة الداخلية وإدارة صحب تهيل على حسن التعاون معانا في فترة الامتحانات النهائية بالنسبة حقي للتخرج آخر فصل عندي إن شاء الله ويكون ناجح فيه متميز وأشكر كل الفريق المتعاون معانا في سلاسة يعني تقديم الامتحانات الكل فرد فرد من شرطي من مواصلات من ضابط في كل الإجراءات لأنها بالنسبة حقي استفت للأمانة مئة بالمئة في كل يعني في كل الجوانب اليوم بيني أفسية يعني العائلية صلحت علاقاتي مع الأهل مع الأفراد الشرطة فأتمنى يكون نجاح هذا فرصة حقي حياتي المستقبلية في الخارج وقامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بتذل كافة المعوقات من أجل تيسير إجراءات التسجيل وتوفير الكتب الدراسية وتقديم الامتحانات في إطار توفير حق التعليم لجميع النزلاء ومواصلة مشوار التحصيل العلمي والسماح لهم بتأدية الامتحانات والمشاركة فيها وفقا للأنظمة المتبعة بما يسهم في سقل وتنمية مواهبهم وتحسين مستواهم العلمي بما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء مدة محكميتهم تمهيدا لإعادة دمجهم في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر